رحمن ورحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لقد كان هذان البرنامجان برنامج والحوار وبرنامج طرح الأسئلة برنامجين شيقين أو شيقين ممتعين مطربين فإن هذين البرنامجين قام بحز عواطفكم وإدخال السرور على قلوبكم فقد زال عنكم ذلك السآمة التي كانت قد غشيتكم فالآن أنتم تشعرون بشيء كثير من النشاط وإذ طال هذا البرنامج فلا تشعرون بشيء من الملل فإن أكبر فائدة تعود على المستمعين إلى أمثال هذه الأمثلة فهذه الأمثلة تعود علينا بفائدة كبيرة وهي أن الزهن يستعد لتلقي ما يلقى عليه فكثير من الطلاب يدرسون المقررات الدراسية وهم يخرجون منها كما دخلوا فلا يعودون بأي فائدة علمية فإذا وجه إليهم سؤال فيما يتعلق بما قرأوا فيكونون خالي الأزهان ما تكون عندهم إجابة صحية لأنهم لم يقفوا عند القراءة فلذلك تكون مطالعتهم أو دراستهم خالية من الفوائد فلذلك إن هذه الأسئلة هي تمثل دوراً كبيراً في ملء الأزهان بالمعلومات الصحيحة الدسمة فإن الذين يهتمون بإعداد الأسئلة من خلال الكتب التي يدرسونها فهم يفهمون تلك الكتب فهماً صحيحاً وعياً فتكون دراستهم وعية ومستوعبة لجميعها النواهي والذين لا يلتفدون إلى هذا الجانب يخرجون من تلك الكتب كما يدخلون فأنتم قمتم بالاستعداد لترحي الأسئلة والإجابة عن هذه الأسئلة فعن طريق طرح الأسئلة والإجابة عنها الطالب يتعلم كثيراً فهكذا تتفتق القرائح وتنفجر ينابيع العلم فلولا هذه الأسئلة لبقي الإنسان خالياً فالإنسان عندما يستمع إلى ما يلقى عليه فهو يستفيدك أكثر مما يستفيد به عن طريق الدراسة والمطالعات فأنا أقول عن نفسي إنني كلما جلست أو حذرت في مثل هذه البرامج فأنا أصغي إلى ما يقال وأنا أصغي إلى ما يلقى فيها من الكلمات فأنا أستفيد كذلك من خلال هذه الكلمات استفادة كبيرة فأنا أشهد أن كل طالب إذا كان خالي الزين عن ذلك الموضوع الذي يتحدث عن المتحدثون فإذا استمع إلى ذلك بصورة متواصلة فاستفاد بذلك فائدة استفادة كبيرة فأنا أقول لكم وأوهير عليكم أن تستفيدوا عن طريق الاستماع فائدة كبيرة فأنتم نرى في حفلات النادي العربي أن الطلاب لا يكترسون لما يقال لا يرفعون رأسهم إلى ما يقال بل إنهم يكرهون على حضور هذه الحفلات فلذلك لا يسمعون ولا يلتفدون إلى ما يقال لهم ولذلك هم يخرجون من هذه الحفلات كما يدخلون فأنا أقول لكم إن طالبا استعد لإلقاء الخطبة استعدادا بالغا فلو ألقى ذلك الطالب الذي أتم استعداده للقاء الخطبة يستطيع أن يفيدكم أكثر من نسبة لذلك الطالب الذي دخل الغرفة أو دخل قاعة المحاضرات وهو غير مستعد للقاء ما يريد إلقاه فلابد أن يكون الكلام قد قام باستعداده الخطيب استعدادا مسبقا فالذين يرتجلون الكلام دائما لا تكون كلماتهم مؤسرة وقوية لأنهم يرتجلون الكلام ويقولون ما يريدون أن يقوله من غير سابق استعداد فلابد أن تكون الكلمة التي تلقى في مناسبة تم استعدادها مسبقا حتى تؤثر تلك الكلمة التي تلقى المستمعين تأثيرا كبيرا وقد قال قائل فيما مضى من الزمان يعني أني أريد أن أخطب بالبائد المحكك في يوم الحفل لا أريد أن أقول قولا من غير استعداد فأنا أفكر فيما أقول قبل أن أقوله فلابد من التفكير المسبق فيما يقال في مثل هذه المناسبات فلابد للطلاب المشتركين في أمثال هذه المرامج أن يكونوا مستعدين لإلقاء ما يريدون إلقاه حتى يشتنبوا الأخطاء التي تصطر منهم من غير روية ومن غير تفكير فهذه المحافرة أو الحوار في لفظ آخر أو بتعبير آخر هذا الحبار كان يستخدم في قديم الزمان بمعنى المحادثة بمعنى المحاورة والمكالمة قال له صاحبه وهو يحاوله الآن قد حلت كلمة الحبار محل دائلوغ فكان الحبار بمعنى conversation في الزمن القديم يعني كان الناس دائلوغا يستخدمون هذه الكلمة في معنى وارتلاب conversation الآن هم يستخدمون هذه الكلمة في معنى دائلوغ فالحبار الذي جرى هنا ودار بينكم هذا هو الحبار في معنى الجديد في معنى الحديث على كل حال لابد أن تكون هناك محاورة أو محادثة فيما بيننا ذلك لأن الحوار هو يمحد الطريقة إلى التعلم فلابد من التحدث لابد من التكلم وهذا هو الحبار في معنى اللغوي فإن هذا الحبار أو التكلم يمحد الطريق إلى التعلم فلولا التكلم لم استطعنا التعلم لا نستطيع أن نتعلم أي لغة إذا لم نتكلم بدلك اللغة ولم نحافر بها ولم نستخدمها في حياتنا اليومية فإن هذه الرحلة التي أنتم قمتم بها في رحاب هذا المعهد فهذه الرحلة سوف تعود عليكم بطائل كبير لأنكم الآن في بيئة عربية فيثود هذا المعهد وهذه القاعة بيئة عربية ويتكون أكبر مساعد لكم على تعلم هذه اللغة عن طريق الحوار وعن طريق النقاش وعن طريق ترحي الأسلة والإجابة عن هذه الأسلة وأنتم استفدتم كثيرا من هذين البرنامجين الشيقين فأنا أرحب بكم في هذه المناسبة وأنا أهنئكم تهنية بالغة من عند نفسي على أنكم تستغلون هذه الرحلة وستستفيدون منها قل استفادة وإن شاء الله إذا واصلتم مسيرة المشاركة والمساهمة في أمثال هذه الرحلات وحضور الحفلات للناد الآلوي أنتم تستفيدون إن شاء الله فائدتاً كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته